غراب يرفرف على نعش الفتاة ويحدث أمر لا يصدقه العقل ولكن إذا كنت مسلماً ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو ولا تنسى أن تصلي على النبي في كومنت بروك فتاة جميلة ولدت في منذل يملأه الحب والحلال وفي يوم أعطاها والدها هدية رائعة مانحها غراباً صغيراً لتقوم بتربيته وأن تتولى مسؤوليته ورابطت الاثنين علاقة قوية ولكن الصغيرة توفيت بعد فترة وفي يوم جنازتها هابط الغراب على نعشها وجدت ماما فوقه ليحدث أمر لا يتخيله أحد لقد كانت بروك في السادسة من عمرها ولكنها كانت دكية للغاية وجميلة كانت تحب قضاء الوقت وسط حديقة منزلها تتأمل النباتات والحشرات من حولها وتقفز وتلعب وسط الحديقة وأسفل الشمس الصادعة تحب مشاهدة الطيور والحيوانات والأسماك كانت بروك تعيش في بلدة صغيرة بالمملكة المتحدة تتسم حياة البلدة بالهدوء والبساطة لذلك كانت بروك تجد متعتها في مدعابة الحيوانات والنباتات من حولها كانت بروك تفتقد وليدها دوماً لأنه يعمل قبطاً ويسافر كثيراً كان يغيب بالأشهر ويعود في إجازات قصيرة ولكن عند عودته في إجازة كان يمنحها الحب والحنانة والكثير من الهدايا هدايا مثل أصداف وكتب وتمثيل من البلدان المختلفة والجزر التي كان يزورها الأب وفي هذا اليوم كانت بروك في الحديقة عندما وجدت وليدها يقترب من البوابة جرت إليه وهي لا تصدق عيونها لقد افتقدته كثيراً لقد كان غائباً منذ ستة أشهر احتضنته بسعادة كبيرة احتضنته بسعادة كبيرة وهنا وضع الأب شيئاً في يدها فور أن شعرت به شيئاً صغيراً بين يديها يتحرك قفزت للأعلى في سعادة وقالت له أبي العزيز هل أحضرت لي طائراً صغيراً لأربيه؟ قال لها أبوها نعم يا عزيزتي إنه غراب صغير لم يكمل الأسبوعين عاديني أن تهتمي به وتعتني به جيداً كما لو كان إنساناً فهو مثلنا يحتاج إلى الحب والحنان فرحت بروك به كثيراً وكانت تلعاه وتحبه وتطعمه وتتحدث معه وتحكي له قصصاً كثيرة كبر الغريب كثيراً وكانت بروك تتركه يطير في السماء وتشاهده في سعادة هو كان قادراً على الطير بعيداً وأن لا يعود مطلقاً ولكنه كان يختار دوماً أن يعود إليها لقد كان جلياً أن علاقة قوية تربطهم ببعضهم وفي يوم بينما كانت بروك تجلس في الحديقة وكان الغراب يجلس أعلى الشجرة وقعت بروك على الأرض ممسكة بعنقها وهي لا تستطيع التنفس بعد تواناً انتبه والديها وجروا إليها مسرعين وأخذوها إلى المشروع وهناك حاول الأطباء إصعافها ولكن للأسف لم يتمكنوا ولم تمر دقائق إلا وقد أعلنوا وفاتها في هذا الوقت كان الغراب يتتبعهم وظل يمنعق بصوت عالم ويخبط نفيدة غرفة الطوارئ بمنقاره ولكن بلا فائدة لم ينتبه له أي شخص تم تحديد موعد الجنازة في اليوم التالي وفي يوم الجنازة الحزين كانت بروك ترقد بسلام في نعشها جسدها هش رقيق تشعر وكأنه دمية جميلة من قصص الأطفال ولكن هنا جاء الغراب صديق بروك الوفي اقترب منها وهبط على صدرها وظل يتحرك ويقفز فوقها وهو ينعق بصوت قوي للغاية أصاب الأمر الحضور بالحيرة والبعض أصابه الغضب لأنه يتسبب في إزعاج الحضور ويحاول تحريك جسد بروك بطريقة لا تناسب الحال كان الأب والأم يشعرون بالحرج ولكنهم كانوا يعتقدون أنه حزين يعبر عن حزنه بهذه الطريقة ولكن عندما اقترب الأب شعر أن هناك أمرا غريبا في ابنته شعر أنها حية وفجأة بدأت الفتاة تسعل بشدة ثم وقع شيء من فمها حجر صغير للغاية هي تصعد بقوة أخذها الأب مسرعا إلى المشفى وهنا كانت الصدمة الفتاة لم تمد بل سقطت في غيبوبة بسبب نقص الأكسجين نتيجة لانسداد مجرى التنفس بفعل الحجر السغير للأسف شخصها الأطباء خطأ أنها ميتة على الرغم من كونها كانت تتنفذ على الرغم من كونها كانت تتنفذ ولكن ببطء شديد ربما لا يلاحظ ولكن لو لهذا الغراب كان سيتم دفنها حية بالطبع نقص الأكسجين لفترة طويلة أثر على بروكاتيران وأصابها بمشاكل ضلت تعالج منها لفترة طويلة ولكنها في نهاية نجد وعادت وسط أسرتها بفضل هذا العراب الوفي وأيضا شاهد ماذا فعلت القطة مع هذا الطفل وهو نائم عندما اقتربت منه كانت الصدمة لن تصدق ماذا حدد القطة هي مخلوق لطيف ويفضل الكثير من الناس تربية القطة في المنزل عن دون أي حيوان آخر وخصوصا الفتيات تحب تربية القطة بسبب لطفها وخفة ظلها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب القطة كثيرا وكان يطلق عليها أنها طوافين المنزل وأنها غير نجسة ومن الممكن أن تعيش معنا بدون أي مشاكل ووكلنا رسولنا الكريم الكثير من الأحاليات المختلفة عن القطة واليوم سنعرض لكم مقادع غريبة تؤكد أن القطة مخلوقات دكية جدا وكيف تصرفت مع الأطفال عندما تركوا لوحدهم في المنزل ولكن فضلا قبل مشاهدة الفيديو ادعمون بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقضى لا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد تركت هذه السيدة طفلها وذهبت إلى المطبخ ولكن سمعت صوت طفلها وهو يضحك ذهبت إليه سريعا فاكتشفت أن القطة كان يداعب الطفل ويلعب معه فقامت بتصوير الفيديو ومشاركته على الفيسبوك سريعا وهنا أيضا سيدة تشارك مقطع فيديو لقطة كان يلعب مع طفلها بشكل غريب سبحان الله كانت تقول أم هذا الطفل أن الطفل كان يبكي أشد البكاء وقامت هؤلاء القطة بمداعبة الطفل حتى نام ونامت معه القطة حتى يشعر بالاثمينان سبحان الله شاهد كيف تصرف القط مع هذا الطفل بالتأكيد هذا المقطع يظهر كم دكاء وحنان هذا القط سبحان الله هذا الطفل كان مستغرقا في النوم وعندما اقترب منه القط فعل معه شيئا غريبا حيث قام بتقبيل الطفل في مشهد رائع يظهر براءة وحنان القطة معه وهنا مشاهد لقطة تلعب مع الأطفال سبحان الله هذا القط الصغير كان يلعب مع هذا الطفل الصغير في مشهد مضحك وهنا لك ذلك القط كان يداعب الطفل بشكل غريب وهو نائم شاهد كيف يتصرف القط مع هذا الطفل بالتأكيد هذا المقطع يظهر كم الدكاء وحنان هذا القط هذا القط الصغير يلعب مع هذا الطفل في مشهد مضحك وهنا مشاهد لقطة تلعب مع الأطفال سبحان الله تم العطور على هذه القطة الضالة المسكينة تتجاول لوحدها في الشارع وهي بالكاد لا تستطيع الوقوف على قدمها لم تكن القطة على ما يرام وقد اتضح من الوهلة الأولى أنها تعاني كثيرا وتبحث عن المساعدة لكن يبدو أن الأمر طال مما جعل حياتها في خطر كبير في البداية اعتقد الناس الذين شاهدوها في الشارع أنها تعاني من زيينة في الوزن أو أنها حامل وعلى وشك وضع صغارها ولكن في الحقيقة كانت القطة مريضة وتعاني من تركم السوائل في بطنها كان الناس يكتفون بالتفرج عليها فقط ويلتقطون صورا لها وهي في تلك الحالة ولكن ظهرت امرأة طيبة لاحظت أن القطة تتألم وأنها تحتاج بشدة المساعدة وذلك في أقرب وقت ممكن وإلا سيواصل بطنها في التورم وربما تموت لقد وجدت المرأة أمن بطن القطة به بعض الجروح على الجلد وربما تسببت فيه تلك السوائل الموجودة في بطنها لكنها وضعت قفازات على يديها ثم حملتها ووضعتها في سلة ونقلتها عند أقرب طبيب بيطري ووضعتها في صندوق السيارة قالت المرأة أنها تأثرت كثيرا لحالة القطة المسكينة خاصة عندما شعرت بها وهي تمتجف بين يديها عندما كانت تحمل القطة لتضاعها في السلة حيث كانت القطة هادئة وتظهر عليها علامات الحسرة والقهر لكن سرعان ما بدأت تتفاعل عندما تم نقلها في السيارة إلى الطبيب البيطري حيث شعرت بأن ساعة الفرج قد اقتربت وبعد الكشف بالأشعة التلفازية التي أجرها الطبيب البيطري الذي تكلف بعلاج هذه القطة اتضح أن بطنها يحتوي على ما يزيد عن لترين من السوائل ممزوجة بالغازات شربته القطة من مدة ورجح الطبيب أن تلك السوائل عبارة عن مياه ملوتة في الشارع أو مشروبات المنتهية الصلاحية كانت قد شربتها القطة المسكينة من القمامة واضطر البيطري إلى إجراء عملية جراحية عاجلة حيث شق بطن القطة وأخرج تلك الكمية من السوائل والغازات ثم قام بتنظيف بطنها ونظف جسم القطة من الخارج وظل يرقب حالتها حتى السعادة العافية وعادت إلى الحياة مرة أخرى لقد انبهر الجميع من الإرادة الكبيرة لتلك القطة المقاتلة التي لم تستسلم وبقية تقوم حتى تخلصت من تلك المعاناة شكرا لكم على متابعة الفيديو ولا تنسوا مشاركة الفيديو والإعجاب به والاشتراك بالقناة